حب اصدقائي شلومكم اتمنى تكونون بخير اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية اليوم رح نتكلم عن عملة اي كاش عملة اي كاش رح نتكلمنا عليها في السابق رح نتكلم عن بعض الاخبار والتعديثات للعملة طبعا عملة اي كاش مشروع عملة اي كاش هي عملة بلوكتشين هذا البلوكتشين كان جزء من عملة بيتكوين كاش في السابق نفس فريق عملة بيتكوين كاش يعني عملوا هذه الشبكة الي هي شبكة الاي كاش طبعا شبكة الاي كاش شبكة سريعة بلوكتشين سريع امن ورسومة جدا منخفضة طبعا حاليا اخر الاخبار يوجد تحديث للشبكة رح يكون يوم 15 خمسة رح يكون تحديث جدا مهم لشبكة اي كاش طبعا العملة عملة اي كاش مدعومة من شبكة الافالانش يعني مشروع جدا قوي مشروع غني عن التعريف عملة كوين وليس توكن يعني بلوكتشين خاص بلوكتشين سريع جدا مثل ما تشوفون هنا فريق العمل ايضا يعني يسوون عليها دائما تسويق على العملة ايضا عدهم التويتر مثل ما تشوفون هنا بالتويتر محذرين من محافظ فيك يعني محافظ بعض في قناة التليجرام انه يرسلون لينكات للمتابعين المتابعين يدخلون يسوون محافظ اللي هي محافظ خاصة بعملة الاي كاش عملة الاي كاش عدها محفظة خاصة طبعا يدخلون يسوون محافظ ولكن هذه المحافظ بعض الهكرية يعني يدزون لينكات فيك يدخلون للعالم ويسوون محافظ وبعد ذلك يشترون العملة وتتم السرقة يعني لذلك هم يحذرون من هذه العملية منه لا تاخذ اي لينك فقط من قناة فقط من حسابهم على تويتر يعني تاخذ عنوان المحفظة اذا تريد تسوي محفظة الاي كاش فتاخذ فقط من مواقعهم الرئيسية مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعملة فقط ايضا هنا مثل ما تشوفون متكلمين انه رح يكون تحديث لشبكة البيتكوين اي بي سي وايضا لشبكة الاي كاش يعني عملة جدا قوية نروح ايضا للماتس كاب نشوف تفاصيل العملة كما تشوفون حاليا رقم العملة في الكوين ماركتس كاب هو تسعة وخمسين من بين ما يقارب تساطعش الف عملة مختصر العملة اكس اي سي سعر العملة حاليا صفر فاصلة اربعة صفارة ثمانية ثمانية الماركتس كاب ما يقارب واحد مليار وستمائة مليون دولار الفوليوم التداول خلال اربعة وعشرين ساعة ستة وعشرين مليون دولار الساركولايتنك ساب لاي هو تساطعش تريليون الماكس ساب لاي هو واحد وعشرين تريليون يعني عدد العملة جدا كبير ولكن اعتقد العملة الها مستقبل لان هي بلوكتشين وتكنولوجيا هاي التكنولوجيا يعني جدا الها مستقبل التكنولوجيا في تطور تكنولوجية البلوكتشين خاصة تكنولوجيا بلوكتشين الاي كاش يعني رسوم جدا قليلة يعني صفر فاصلة ثلاثة صفارة واحد اللي هي رسوم معاملة اذا تنقل او تحاول يعني تبيعه تشتري جدا جدا رخيصة نشوف طبعا اعلى سعر وصلت العملة الاول تايم هاي طبعا الاول تايم هاي هو صفر فاصلة ثلاثة صفارة خمسة يعني ارتفعت العملة ارتفاع جدا كبير يعني حاليا نازل العملة ما يقارب خمسة وثمانين بالمئة طبعا كل اكثر العملات نزلت بعد ما نزل البيتكوين صار تصحيح في العملة حاليا العملة في وضع التجميع ايضا اقل سعر للعملة هو صفر فاصلة أربعة صفارة واحد لحاليا العملة موجودة على منصة GeetAio موجودة على منصة Ko Koin وايضا موجودة على منصة Binance ومنصة Hobi Global طبعا يحب يتداول في العملة طبعا السعر التداول بالعملة بين صفر فاصلة أربعة صفارة سبعة خمسة الى صفر فاصلة ثلاثة صفارة واحد صفر يعني هذا اللي حبي يتداول بالعملة يشتري أربعة صفارة سبعة خمسة يبيع ثلاثة صفارة واحد أو أربعة صفارة تسعة خمسة هذا أفضل سعر للتداول لأنها العملة تداول صعود ونزول بين هذا المستوى طبعا عملة جيدة أيضا للتغزين على المدى البعيد اللي يحب يخزن العملة أيضا جيدة للتغزين لمدة سنتين أو ثلاثة ولكن يعني تقدر تشتري عنده فقط عنده الانخفاض ما تشتري العملة في الارتفاعات مثل ما نشوفه سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي توجد انخفاضات يعني كل الأخبار السلبية تأثر المشاكل السياسية كل هذه الأوضاع يعني مؤثرة في سوق العملات الرقمية لذلك ننتظر الانخفاضات ونشتري بالانخفاضات وندخل رح نحقق أرباح إذا كنا نريد نداول بالعملة أو إذا كنا نريد نخزن العملة أيضا نحن نشتريها بسعر رخيص ونقدر نحقق أرباح جيدة طبعا أيضا تقدر تعمل بحثك البحثك الخاص عن العملة تقدر تسوي دراسة على يعني تدخل على التويتر تدخل على التليجرام تشوف يعني آخر أخبار العملة لأن تكون في بعض الأحيان تكون يعني ينزلون خبر تحديث أو شيء ثاني يؤدي إلى ارتفاع العملة فأنت منها تكون متابع الخبر أكيد رح تستفاد وتكون عندك خبر يعني قبل بقية العالم أكيد تدخل تشتري وتبيع عند ما ترتفع العملة تقريبا هذا كان كل شيء لا تنسى دعم القناة بلايك وكوموت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد بعض السلام ترجمة نانسي قنقر